حق المعاشرة اعتبره الإسلام اللي هو عبارة عن خصائص لكل من الرجل والمرأة يخرج منهما ما يسمى بالغريزة الجنسية أو الشهوة الجنسية هناك سائل في كل من المرأة والرجل يسمى المني هذا المني هو يحتاج إلى تفريغ تفريغ في العلاقة بينهما وهذا التفريغ يحتاج إلى أداب ويحتاج إلى نظام إلى درجة أن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أفي بضع أحدنا صدقة يا رسول الله البضع هو مكان الاستمتاع بين عند الرجل وعند المرأة البضع هو مكان الاستمتاع فهما بيسألوا الرسول يعني إحنا لو استخدمنا هذا هذه الغريزة في الاستخدام الصح لها يكون هذا من باب الأجري ومن باب الصدقة قال لهم الرسول عليه السلام نعم فقالوا كيف؟ قال كما أن استخدامكم في لهذه الطاقة في الحرام يجعل ليس لها صدقة أو يكون عليها وزر أيضا استخدامها في الحلال يكون لها أجري إذن الإسلام لم ينهى عن أن الجسد فيه احتياجات للروح واحتياجات للبدن وأن من احتياجات الروح هو إفراغ الطاقة الجنسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى لكل من الجنسين غير أن هذه الطاقة تظهر في مرحلة معينة وهي مرحلة البلوغ وتكون دائما في الرجل أشد منها في المرأة ولذلك بيبقى الرجل في حاجة إلى هذا الإفراغ أكثر من وقت إلى درجة أن الزوجة قد تشتكي من كثرة طلب الزوج لها لهذه العملية اللي بنسميها العلاقة الحميمية طيب نشوف القرآن الكريم ماذا قال عن هذه العلاقة قال تعالى نساؤكم حرف لكم واتوا حرفكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين تركيب الآية يا جماعة متضمن معاني جميلة وأحكام كثيرة برغم أنها آية واحدة في سورة البقرة أول حاجة الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا للرجال بشأن من؟ بشأن علاقة الرجل بالمرأة في إيه؟ في عملية الالتقاء الغريزي الالتقاء الجنسي وأطلق عليه الله سبحانه وتعالى بالحرف ما معنى الحرف؟ الحرف هي الأرض التي تهيأ للزرع لوضع البذرة من أجل الزرع صوروا بقى الوصية من الله سبحانه وتعالى للرجل لزوجته إن الزوجة التي تلقي فيها هذه الغريزة كما لازم تتعهد بالحفظ بالحفظ والحماية وعدم الإدرار لأنها بالنسبة للأسرة هي بتؤدي وظيفة نساؤكم حرث لكم تشبيه طب ليه ما قالش نساؤكم حق لكم ليه ما قالش نساؤكم متعة لكم ليه؟ اختار هذا اللفظ حرف حرث لكم طيب بعدين فأتوا حرثكم أن ناشئتم يعني من يريد أن يقابل زوجته في هذه المعاشرة له ذلك لكن في الموضع الذي شرع الله فيه الاستمتاع